تحية طيبة وبعد ليس هينا ولا عابرا ما تعيشه عدد من البلدان الأوروبية هذه الفترة ليس هينا إنه ينذر بتحولات كبرى إنه يحسب على محطات الإنعطافات السابقة التي سيكون لها ما بعدها ولا ريب في ظاهر الصورة والمشهد مزارعون يحتجون على ما آل إليه أمر قطاعهم ضعف مكسبهم وهزل جراء قوانين السياسات الأوروبية الموحدة المفعالة منذ العام 62-900 والمحينة كل سبع سنوات واليوم تسود أيامهم تعاقدات خضراء سحبت امتيازات وفرضت التزامات إضافية على كاهل الفئة فكان الشارع ملاذا لرفع صوت الآه بدأوا من فرنسا قبل أن تمتد احتجاجاتهم نارا في هاشيم القارة اليابس وإن كان الجو بها سقيعة وصلوا بجراراتهم إلى مقر الاتحاد الأوروبي ببروكسيل وهناك أشار بأصابعهم إلى سبب الداء إلى من حيث تخرج القرارات والتشريعات المسؤولة عن واقعهم مبدئيا أسس الاتحاد الأوروبي مفهومه للأمن الغذائي على التبادل بين البلدان على الاعتماد المتبادل المفهوم الأكثر شيوعا في العلاقة الدولية اليوم وهذا الاعتماد يقتضي انفتاح الأسواق إعمالا لمقرارات الإطار الأكبر الليبيرالية لكن تعقب أزمات مصيرية وآخرها ولن تكون الآخرة الحرب الروسية الأوكرانية عاد إلى الواجهة قويا صوتا أوروبيا تمسك منذ خلق التكتل بمفهوم السيادة وهنا يكمن شيطان القضية كلها إن أوروبا اليوم وبعدما عمر اتحادها القري لعقود يبدو أنها لم تتجاوز بعد معضلتها الكبرى أو بعبارة أخرى أحد عيوبها الخلقية ممثلا في عدم الحسم في مسألة السيادة صحيح أن الدول العضاء في الاتحاد الأوروبي دول ذات سيادة ويتتفاوض فيما بينها على هذا الأساس ولكن مترابطة أيضا حيث تشارك عوامل خارجية في سياغة تصرفة كل بلد عضو الكلام هنا لخذير سولانة الإسم الأوروبي الكبير الذي يضيف قائلا وقد قال هذا قبل سبع سنوات يضيف لكن الأزمات الاقتصادية المطولة غيرت منظور مواطنية البلدان الأوروبية مع نسبة متزايدة الارتفاع من النظر إلى عضوية الاتحاد الأوروبي على أن تكالفها أكثر من الفوائد التي تجلبها لقد تحولت السيادة إلى مفهوم مغر بشكل خاص بالنسبة لمواطنية البلدان الأعضاء في الجنوب وأضيف هنا أن هذا الإغراء زاد عقب السنوات التي تلت تحليل سولانة سيمة بعد انضمام كثير من دول شرق أوروبا إلى تكتل القاري إن الاتحاد الأوروبي مضرب المثل في الإبداع المؤسسي وأنجح التجارب بين تكتلات القارية بلا جدال هذا الاتحاد يعيش هزات ارتدادية دورية لها دلالتها ففي أوروبا اليوم حديث عن انفصام بين السياسي والمجتمعي في أوروبا اليوم نقاش حول المؤسسات التمثيلية وفي قلب هذا النقاش الديمقراطية الأوروبية التي جرت إلى دائرة الضوء مكبلة بتهم ثقيلة في سكيا نقرأ إنها ديمقراطية فئوية ديمقراطية لوبيات ومصالح في أوروبا اليوم وبعدما وصفت العقود بأنها هواهم وأسطورة تنبعث من التفاصيل فكرة السيادة شيطانا مطلبا مغريا مطلبا لمن لا مطلب له ولأكثر من اعتبار أقل أشأنا أن من تجلياتها سيادة غذائية باتت مهددة وصونها يعني العودة إلى الحماية وبالتسلسل المنطقي للمقدمات نلغي فكرة التكتل وأهم أساس فيه إن مسألة السيادة داخل الاتحاد الأوروبي تظل قضية غير محسومة ويكفي أن نطلع على كتاب من قبيل السيادة كمفهوم قانوني وسياسي الجذور والمستقبل لصاحبه ديتر جريم لنعلم كم هو مربك هذا المفهوم هناك إن واقع الاحتجاجات الأوروبية الدورية لا يمكن أن يرتفع بإجراءة إطفاء هنا وهناك حيث بدأ الحديث عن شراء السلم للشماعي في أوروبا ويال العجب إن هذه النقاشات لا يخفيها بقدر ما يخيفها هادر محركات الجرارات وهي تجوب العواصم احتجاجا سيما وأن القوى المعادية للاتحاد الأوروبي منذ ولد من اليمين والمتطرف منه تتربس بالموعد الانتخابي الأوروبي بعد أشهر قليلة في انتظار أن تحصد ما يزرعه المزارعون الغاضبون من غلال هدم الوحدة الأوروبية المثخنة والسلام